اشتركوا في القناة لان الاب بيشتغل في الجيش فبيعرض عليهم المتخصص ان كريس يعيش في المؤسسة بس الاب بيرفض لانه بيبقى عايز ابنه يقدر يتعامل مع العالم الخارجي وباللاحظ صاحبها كريس اللي بيحل بازل ولما مش بيلاه القطعة الاخيرة بيفضل يسرخ وبيكون زعلان بس في بنت اسمها جاستن بيتدي ليه اخر قطعة وبتساعده وقتها بينادم بالزمن وبينشوف ان الولد كريس كبر وبقى بيشتغل محاسب وبيكون في مكتبه وبيتكلم مع الزباين وبينصح فيهم نصيح تفيدهم في التهرب من الضرائب وقتها ما بيستلطفوه وبيعزموه ييجي مزرعتهم ويتعلم ضرب النار هناك فكريس بيوافق وساعتها بنشوف كينج اللي بيكون مدير خزانة الدولة وبنعرف ان الطلب من المحللة المالية تيجي ليه المكتب ولما بتوصل بيقولها انها نجحة بس هو عرف انها طبض عليها قبل كده وبيقولها انها كتبت عليه وانه ممكن يرفضها دلوقتي بس هو يختار يدي لها فرصة اخيرة وهي مهمة خاصة وبنعرف انها بتون انها تلاقي شخص ملقب بالمحاسب وانه بيشتغل مع المجرمين وبيعرفهم ازاي يتهربوا من الضرائب ويهربوا فلوسهم برا البلد وانه بيخلص على اي حد بيقف طريقه وبيوريها الصورة المحاسب من ظهره وبيقولها تجيب لي اسمه وان المهلة لاخر الشهر ولو ما نكحيتش فهيرفضها وقتها وبنرجع وقتها لكريس اللي بيرجع بيته وبيتعشه وبيعمل طقوس علشان يقدر ينام زي ان هو بيدلك رجليه بعصية خشب وبيولع نوره وبيطفيه بس بيفتكار قبلها اليوم اللي همه ثابته فيه هو واخوه وابوه وتاني يوم بيصحى كريس وبيروح لمزرعة الراجل اللي عزمه قبل كده فيها وبيتضرب عنده على ضرب النار بس بيكون محترف جدا فالراجل بيستغرب وبعد كده كريس بيروح للمغزن بتاعه واللي بنتفاجئ ان فيه مقطورة بيكون جواه فلوس ولوح ندرة واسلحة كتير وينك بينام كريس على السرير وبيفكر في الايام اللي كان فيها في السجن وكان فيه الراجل معاه بيساعده وبيعرفه على المجرمين والعصابات اللي في السجن ووقتها بنرجع للحضر لما واحدة انجليزية بتتصل بكريس وبتقوله انه هو لازم يقدم خدماته لشركات معروفة لان الشرطة بدأت تشك فيه فبنعرف انها بتشتغل معاه فكريس وقتها بيوافق وبيروح لشركة روبوتات واطرف صناعية مشهورة وبيكونوا هم اللي طلبينه في التحقيق فاضية في الشركة لان فيه محاسبة عرفتهم انها لحظة ان الفلوس بتاعة الشركة بتتسرق فبيوافق كريس على القضية ديت وبقولهم انه هو يبدأ تحقيق فيها من بكرة الصبح وبنرجع وقتها لمدينة اللي بيبقى مطلوب منها التحقيق في قضية المحاسب وبتفضل تدور وراه وبتبعت الصورة المتوفرة لوشو من الجنب لقسم لمعرفة معالم الوجه علشان يعرفوه اكتر عن وشو هو تاب الروح لبراكس اللي بيبقى ايات المحترف وبيبقى في عربية شخص تاني وبيقدده ان هو يخلص عليه لو سرق من الشركة مرة تانية وبنرجع لكريس اللي بيدخل تاني يوم شركة الاطرف الصناعية وبيلاقي المحاسبة دانا اللي بيعرف انها اللي بلغت المسؤولين على معرفتها لسيرة فلوس من الشركة وبتحكي ليه دانا على كل اللي تعرفه ولما بيبدأ كريس شغله في التحقيق بنرجع لقسم معالم الوجه اللي بيبعده لمدينة فيديو لشخص شكين ان هو المحاسب وهو بيخلص على شخص فبتفضل تشتغل مدينة على الفيديو لحد ما بتفصل صوت المحاسب وبتعرف ان هو بيغني لنفسه اغنية اطفال وبنرجع واته لكريس اللي بيعرف بعد حسابات كتير ان في شخص بيحول الفلوس لحسابه الشخصي بس بيبقى محتاج وقته اكتر علشان يدور عليه وبنروح بالليل لبراكس اللي بيبقى في بيت مسؤول من مسؤولين شركة الروبوتات وبيخيره يا اما ياخد جرعة انسولين زيادة ويموت نفسه وتباني انها حدثة او يخلص عليه هو وامراته فبيوفق المسؤول ان هو يخلص على نفسه وتاني يوم لما بيرجع كريس للشركة علشان يكمل شغل بيليهم بيمسحوا شغله وبيعرف منهم ان اللي كان بيزرق الشركة كان رئيسها وانه انطحر مبارح حساسا منه بالزنب فبيروح بالليل كريس وبيبقى حزين جدا لدرجة انه بيضرب نفسه بالعصايا لحد ما بتنكسر وتاني يوم باللاحظ ان في عربية بترابه ولما هو بيوصل لمزرعة الراجل اللي عزمه بتدرب على ضرب النار عنده بيفتكار لما كان صغير وابوه ماجر الشخص يضربه وهو واخوه علشان يعلمهم الفنون القتالية وما كانش بيرحمهم ابدا وبنشوفه اتا الراجل صاحب المزرعة وهو وامراته مهددين من عصابة وتا بيقول لهم شخص من العصابة ينادوا على كريس وفعلا لما امرات صاحب المزرعة بتعمل كده بيظر كريس يخلص على شخص من اللي قطفنهم بكل احترافية اما الشخص التاني بيقدر يخنوه لحد ما بيعرفوا انه جاي من طرف شخص اسمه براكس وبيعرفوا معلومات عنه وانه عايزوا يخلص عليه هو ودانة فبيخلص عليه كريس ووقتها بيروح لدانة ولما بيوصل لها بيلائر الجالة بيقتحموا بيتها ويخلصوا عليها ولكنه بيكون محترف وبيخلص عليهم وبيقول لها تيجي معاه وتا بيكون عرف براكس ان المحاسب خلص على رجالته فبيده جدا وبنرجع لكريس ودانة اللي بتدخل مقطورته وبتشوف اسلحته وفلوسه ولما بتسأله عليه مش بيجاوب وبنرجع لمدينة اللي بيتصلوا بها قسم اللغويات وبيقولوا لها ان من تحليلهم لصوت المحاسب عرفوا ان هو تعرض لصدمة وصغير فبتروح مدينة لنقابة المحاسبين علشان تعرف مين اللي فيهم مرتبه اعلى من المتوسط وبنرجع لكريس اللي بيودي دانة لفندو ولما بتسأله على مهاراته في القتال بيقول لها ان ابوه كان في الجيش وعلمه ازاي ياتل بل احترفية وساعتها بيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيبدأوا يعجبوا ببعض وقتها بيفضل كريس يراب براكس لحد ما بيلاقيه يخلص على واحدة من الاداريين في شركة الاطراف الصناعية وبنرجع لمدينة اللي اخيرا بتعرف ان المحاسب الاعلى اجرا هو كريس وانه بيشتغل في محلات محاسبة تانية وبيستخدمه معلشان يخب الفلوس اللي بيكسبها من شغله مع المجرمين ده غير انهو بيدبرع الفلوس كتير لمنظمات الامرات العصبية فبتروح لكينجو وبتعرفه فبيقرر انهو يروح يفتش بيت كريس وقتها بيكون كريس بسبب حبه لدانة بيخاف عليها انه يكون خطر عليها فبيسيبها نايمة وبيمشي وساعتها بنرجع للشرطة اللي بيفتشه بيت كريس وبيلوه في معدات كتير امنية فبيستغربه وقتها بالروح لمسؤول من مسؤولين شركة الاطراف الصناعية اللي خايف من كريس وبيقول لبراكس يأمنه علشان لو كريس هجم على البيت بتاعه وقتها يقدر يخلص عليه وساعتها بنرجع للمحاققين وبتشوف انه كينجو بيقول لمدينة انه بقاله مدة بيدواء على كريس وان في مرة كريس اتمكن منه وكان يقدر يخلص عليه بس وقتها ساره هو اب كويس وقال لأ فلما رض عليه كينجو وقال له انه هو اب كويس سابه يعيش وهرب وانه وقتها كان هيستقيل بس فيه ستة انجليزية اتصلت به والد لي يكمل في القضية وهي تساعده فقرر يكمل وراح يقابل السجين صاحب كريس في السجن وقال له يقول له على كل اللي يعرفه على كريس مقابل انه يخرجه من السجن فوقتها حكى ليه الراجل على كل حاجة وفعلا خرجه كينج بس في عصابه وخطفته وخلصت عليه فلما عرف كريس باللي حصل اتضايق وهرب من السجن واختفى وما ظهرش الا في جنازة والدته اللي جاله فيها انهيار عصبي وساعتها عمل قلق في الجنازة فشخص من الجيش ضرب عليه نوار بس ابوه خدها في ده وبتاب نرجع للحاضر وبنتفاجئ ان نفس الست اللي اتصلت بكينج بتتصل بمدينة وبتقول لها معلومات على قضية اكتر وبالليل بنشوف كريس اللي بيجم على بيت المسؤول اللي من مسؤولين الشركة بيخلص على رجالته ووقتها بيكون منتظر براكس وبيشوفه الاول مرة في الكاميرات فبيتفاجئ انه هو اخوه فبيروح ليه وبيضربه وبيكون مدى منه لانه ما كلموش من 10 سنين بس في الاخر بيتصلحوا ووقتها كريس بيخلص على مسؤول الشركة وبيقول لها كله هما هيتقابلوا بعد اسبوع ووقتها بروح لاب وام بيكونوا بيودوا ابنهم لنفس المؤسسة اللي دخلها كريس الزمان وبنشوف ابنهم بيدخل غرفة فيها بنت اسمها جاستن بتكون مريضة ومش بتكلم بس بتتواصل عن طريق جهاز حديث ولما بتكلم الولد ولما بتكتب للجهاز وبتخليه يتكلم بنتفاجئ انه صوتها هو صوت البنت الانجليزية اللي كانت بتساعد الشرطة يلوه المتالسين والفسيدين في البلد وبتكون هي البنت اللي ساعدت كريس الزمان في اكمال البازل ووقتها بنرجع ليدانا اللي بيجي لها هدية ان الاخين كريس وبراكس رجعوا ويعيشوا مع بعض